أجدني طلبية أول كم يوم بعثتلي صاحبتي على الواتساب ساجدو افتحي تيك توك بعثتلك سنة وكواحدة بالثلاثينات أكيد ما عندي تيك توك أو بالأحرى ما بستخدمه ونزلت VBN وفتحنا التيك توك شفنا المساج شفنا الفيديو تقدر تعملي زيه وبقدر أعمل زيه نيكست تيب جبت الطين نزلتت الطين رجعت الطين خدت المقاسات وقصرت الطين شكلت المق قصرت إيد للمق ركبت الإيد تابعة المق وبعدين تركت انشاء الثاني يوم بس اتأكد أن الطينة صارت لذر ربست نزلت على البلد جبت قطاعات لفت أول محل جبت قطاعات لفت محل الثاني جبت نوع ثاني لفت محل الثالث جبت الطاعة تماما جبت الثالثة طبعا معانات اللي بفتح بزنس لحاله معانات كبيرة لأنه بيكون فتح البزنس أصلا عشان يخلص من الشغل الأولاني فبيكون كرهان الشغل الأولاني كرهان شغله اللي يفتحه عشان يتركه الشغل الأولاني لهيك فتحت القطاعات الأولى جربتها طبعا شطة فاشلة تماما ما زبطوا نحن جبت نوعية ثانية افتح النوعية الثانية جربهم ممتازين وزبطوا ولكن في مشكلة أنا حطيت كيس بلاستيك عشان قطاعها ما تلزق بالطين وإذ الزجت بعد شوي شغلت البطيخة وزبطوا بعدين صرت بدي أركب الفروف على المنق طبيعي هذا هو الأورتر اللي وصلني خدي جياسات نيس بالمتر بالطول بالعرض خط خط بالنص انحسح الخط اللي بالنص ركب الحروف وزبطوا الحروف نعطينا العافية كارت حالي خلصت نسيت إنه صاحبتي طلبت مني يكون جوا في دايموند قصت الدايموند وركبتها وإذ خلتوا بالموضوع